قناة التبادل المعلومات التقنية قناة مختصة في برامج هاتف الأندرويد وأكثر اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس ليصل لك كل جديد ولا تنسى الاعجاب بالفيديو أيها الرائعون أهلا وسهلا بكم حياكم الله بتحية الإسلام وأتمنى أن تكونوا في غاية السعادة والسرور يونس بروين الكفيف المغربي يحيي الجميع شكرا لكل الملتاحقين وشكرا لكل المشاركين الجدد أهلا وسهلا بكم وشكرا لأختي رجاء شكرا لكل الصاهرين على الإسهام في النجاح في هذه القناة بارك الله فيكم هذا فيديو مختصر لكي أعرف المشاركين الجدد بمحتوى هذه القناة أعزائي عزيزاتي إذا كنتم من عشاق التطبيقات ومنوعاتها فأنتم في المكان الصحيح لديكم مشكلة في قنواتكم أنتم أيضا في المكان الصحيح عندكم مشكلة في حسابكم على أدسنس أنتم في المكان الصحيح توقف الربح في قناتكم أنتم أيضا في المكان الصحيح عندكم مشكلة في الكمبيوتر الخاص بكم كذلك أنتم في المكان الصحيح تحتاجون إلى تطبيقات حصرية وجديدة غالبا ستجدونها عندنا إن شاء الله وأنتم أيضا في المكان الصحيح تحتاجون إلى جديد التقنية وأخبارها نعم ستجدونها عندنا وأنتم أيضا في المكان الصحيح ستحتاجون إلى كيفية إنشاء قناة أنتم أيضا في المكان الصحيح تودون التعرف على الفيديوهات القادمة وما هو محتوها يمكنكم ذلك من خلال زيارة القناة وتصفح فيديوهاتها بتماعون إذن لكم الحرية وشكرا لكم لأنكم واتقتم في هذه القناة شكرا لكم لأنكم شجعتم هذه القناة شكرا لكم لأنكم تقتربون من ستة آلاف مشترك ونطمح إن شاء الله إلى المزيد ولكن عن استحقاق وجدارة شكرا لكل من سجعنا شكرا لكل من ساهم شكرا لكل من كافح من أجل أن تنجح هذه المنظومة الرائعة والتي هي رائعة بفضلكم بطبيعة الحال يونس بروين من المغرب يحيي الجميع ويقدم لكم تحيات أحمد خلوق أمال أيوب المصاق وكذلك أستاذنا عصام عبد ربي يونس بروين نحن جماعة أو ناشئي المحتوى على يوتيوب نقدم من خلال بعضنا البعض وبن خلال تعاوننا محتوى قد يحتاجه الكثير منكم تطبيقات ألعاب برامج تفعيلات وكذلك حلول لمشاكل ويندوز أندرويد وآي او اس وكذلك بعض الأجهزة الأخرى التي قد نجمع عليها أفكارا في المستقبل إلى الملتقى إن شاء الله وفي فيديو لاحق سيكون شرحا تطبيقيا وعمليا إن شاء الله إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمن ألقاكم بخير وعلى خير إلى اللقاء وبالنسبة إلى إخوان المكفوفين وضعاف البصر فأنا لم أنسى سلتلة الإنفيديا لازلت أرتب الأمور التي سأبدأ بالعمل بها وأنا معكم الشرح القادم والشرح السادس في خصوص قارئات الشاشة أو أساسيات قارئة الشاشة هو موجود لكن سأرفعه إن شاء الله على القناة من أجل الاستفادة منه فقط طلب صغير إخواني في الله لكل مشارك اشترك في هذه القناة الرائعة بوجودكم بطبيعة الحال لا تنسوا تفعيل الجرس لأن تفعيل الجرس من خلاله تتوصلون بجديد القناة وعندما تتوصلون بجديد القناة تتفاعلون بطبيعة الحال بعجباتكم بتعليقاتكم بمشاركاتكم وباقتراحاتكم وهذا يسمى تفاعل ويساهم في اقتراح الفيديوهات يسجعون بطبيعة الحال من أجل نشر المزيد من المحتوى الهاذف ومن أجل نشر مزيد من المحتوى النجح بطبيعة الحال شكرا لرجاء شكرا لمتابعي رجاء شكرا لأيوب المثاق شكرا لأستاذ عبد الرحمن على الشرح الذي قام به ليلة البارحة شكرا لكل مساهم هذه المنظومة وهذه المنظومة أصلا ليست لي بل هي لكم ومنكم وإليكم تحياتي قناة التبادل المعلومات التقنية قناة مختصة في برامج هاتف الأندرويد وأكثر اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو شكرا للمشاهito شكرا للمشاهدة